مكتب الدراسات والتأهيل الفكري كان الغاية من تأسيس هذا المكتب إعداد الكوادر الحزبي ورفع السويء الفكري والثقافي والسياسي لدى أعضاء الحزب سواء العاملين أو الأعضاء المتسمين في الحزب كما يعلم الجميع تعاني سوريا منذ عقود طويلة فترة من التهميش الفكري والتصحر السياسي لا يوجد تداول للفكر السياسي بين المجتمع فكان لابد لحزب سوريا المستقبل أن يعمل على هذا الجانب لإعداد كوادر حزبي ذات خبرة سياسية وذات معرفة سياسية وتمارس العمل السياسي والتنظيمي بشكله الحقيقي في بداية التأسيس اعتمد حزب سوريا المستقبل على إطلاق عدة دورات تدريبي استهدفت أعضاء الحزب والكوادر العاملة ضمن صفوف الحزب على شكل سبع أو ثمانية دورات أول سنتين من تأسيس الحزب تقريبا شملت جميع أعضاء الحزب المفرغين العاملين في صفوف الحزب من خلال هذه الدورات تم إعطاء دروس في الجانب السياسي وبالجانب التنظيمي وبالجانب الفكري لتنمية قدرات هذه الأعضاء العاملين ضمن الحزب طبعا كان لدور التدريب والتأهيل له دور هام جدا في رسم شخصية المناضر السياسي ضمن صفوف الحزب يحتاج الحزب السياسي ضمن مناطق وضمن الظروف التي تقع فيها سوريا من متغيرات ومن أزمة ومن ظروف سياسي معقدي يحتاج المناضر الحزبي إلى حالة فكري واسعة وحالة تنظيمي قوي جدا فكان لابد من هذه الدورات وكان لابد من هذا المنهج طبعا في هذه المرحلة الجديدة اعتمدنا أسلوب آخر ودمجنا كان الهدف من دمج مكتب الدراسات مع مكتب التأهيل هو أعداد دراسات جديدة وأعداد خطط جديدة لإضافتها إلى عمل مكتب التأهيل فقسمنا عمل المكتب الحالي إلى قسمين مكتب أعضاء يعنون في الدراسات في أعداد الدراسات والأبحاث بما تتطلبه الحاجة بما تتطلب الحاجة الحزبي يقوم بأعداد الكراسات وبأعداد المحاضرات وبأعداد الأبحاث بما تقتضيها الحاجة ثم تحول هذه الدراسات والأبحاث إلى جميع مجالس الحزب لتعطى على شكل محاضرات أو خلال الدورات التدريبية تعطى هذه المحاضرات ضمن الدورات التدريبية المغلقة طبعا دورات التدريبية المغلقة تستمر هذه الدورات من 15 يوم إلى 25 يوم حسب الحاجة وحسب الظرف كان لنا عوائق استضمنا بعدة عوائق منها أزمة كورونا التي بدأت منذ عام ونصف كان لها تأثير كبير على عمل هذه الدورات التدريبية ولكن حاولنا تعويض هذه الأزمة حاولنا حل هذه المشكلة من خلال الدورات الداخلية ضمن المجالس ضمن المجالس دورات مفتوحة ضمن المجالس ومن خلال الدروس التي نفسلها عن طريق البريد الكتروني أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي نسبة لخطة مكتب الدراسات والتأهيل الفكري للمرحلة القادمة تم العمل على إنشاء أكاديمي خاصة بحزب سوريا المستقبل هذه الأكاديمي سوف تجري من خلال هذه الأكاديمي دورات اختصاص ضمن المجالس ومكاتب الحزب عامة الهدف منها في المرحلة الأولى كانت الدورات الحزبي دورات تعطي فكر حزبي بشكل عام أما المرحلة القادمة ضمن الأكاديمية الخاصة بحزب سوريا المستقبل سوف نركز على الكوادر الحزبي أصحاب الاختصاصات كما يعلم الجميع حزب سوريا المستقبل يتألف من عدد كبير من المجالس وبالإضافة إلى المجالس الأساسي وهو مجلس المرأة ومجلس الشبيبة فلذلك ستكون الدورات ضمن الحزب كل من ضمن اختصاصي بما يناسب الدورات لمجلس المرأة تختلف عن الدورات لمجلس الشبيبة تختلف عن الاختصاص لباقي المكاتب حيث نتمكن من أعداد كوادر حزبي مختصة تستطيع قيادة المرحلة القادمة ولديها خبرة الكافية كل ضمن مجالها بما يتناسب مع تحديات المرحلة القادمة وتوسع الأرضية والقاعدة الجماهية للحزب